موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا وحياكم الله إلى برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي المؤشر طبعا سنناقش في هذه الحلقة ملفين مهمين شكلاء لطالما شكلاء في نفس الوقت تحدي ومشكلة بالنسبة للأردن الطاقة والمياه دائما كان هناك عنق زجاجة في ملف الطاقة وعنق زجاجة أيضا في برف المياه ولازلنا في هذا المخاض لتشابك القطاعات فيهما أو الفروع من ناحية ولأهمية ارتباط الملفين ببعضهم البعض طبعا يشعدني أن أستضيف لهذا المساء خبير الطاقة والبيئة وأيضا رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة والذي لا يعني الدكتور دريد محاسنة هو من كبراء إدارة الموانع والقليلين جدا في منطقتنا العربية مساء الخير مساء الخير أخي صاحب شكرا إليك يمكن أنا ما بعرف المحورين يعني مرتبطين أنت دائما بتصلي الطاقة طيب لكن فلنركز على المياه طيب إحنا بدنا نبدأ نقسم الحلقة لسمين نحكي بالمياه حتى ما تختلط الأمور نعم موضوع المياه أنت تثير بتشير في لقاءاتك وفي تصريحاتك أنه عندنا مشكلة المياه نعم بينما هناك من يقول لا المياه موجودة لكن احنا ما بنبذل جهود كبيرة لا استخراجها وهناك من يقول لا عندنا مياه لكن عندنا مشكلة إدارة تعطينا فكرة يعني أين العقدة في موضوع المياه العقدة في موضوع المياه منذ التاريخ يعني خلينا نأخذ في الحسبان موضوع الأنباط في البترة الأنباط قضى على حضارتهم نتيجة نقص المياه إذا بتلاحظ في زيارة أي مننا للبترة بنشوف قني المياه اللي كانوا يوصلوها حتى يستثمروا المياه والأردن منطقة ترحال ما كانتش في تاريخها منطقة بيئة يعني قاعدة للتركيز والنمو وما في ما يعيب ذلك في السابق كان الاعتماد فقط عن مياه الأمطار ومن ثم الغذاء القمح والشعير من الأمطار وبعض المدن والقرى اللي كانت فيها يا نبيع مياه كانت تتمد الباقين بالخضار لكن الأحداث التاريخية هي اللي أثرت على المياه يعني فلنتحدث سنة الثمانة واربعين كان في عمان مئتين وخمسين ألف نسمة فجأة بالثمانة واربعين قفزوا لنصف مليون بعد ذلك سبعة وستين عملت هجرة قصرية ولننتذكر أنه قبل ذلك البلد هاي كانت مأمن وأتوها الأرمن فالشركس فالسوريين وبعد ذلك العراقيين وخلقوا منها ندرة في الحمد لله الاندماج وندرة في المياه وندرة في المياه هذه الندرة في المياه جعلت حصة الفرد في الأردن بالمياه من أقل الحصص في العالم أنت سبق قلت أنه احنا بالمرتبة التانية من أفقر من أفقر الدول في المياه السبب الآخر الذي يسبب لنا عجز و نقص هو تشاركنا بالمياه إقليمية يعني مياهنا لا نملكها لوحدنا السبب الأول ندرة مياه الأمطار وحتى ندرة مياه الأمطار يعني في الموسم المميز تجينا أمطار 8 بليون أو 9 بليون متر مكعب 90% من هذول بتبخروا لأنه طبيعة الأمطار في الأردن أنه شتا اليوم بكرة شمس حامية بتتبخر المياه ومنطقة جافة ومنطقة جافة فلا نستطيع احتفاظ بالمياه أقامت الدولة عبر السنوات سدود للإمساك بهاي المياه وهذه كانت سياسة ناجعة لكن أيضا مياهنا نتشارك فيها مع آخرين نحن نتشارك مع سوريا في حوض حوران والاتفاقيات اللي بيننا وبينهم غير محترمة نحن رح ندخل بهذا الموضوع نعم لكن أنا بدي أحكي وين مياهنا بالضبط مياهنا وجودة في نهر الأردن وفي حوض يرمو نعم وأيضا مياه الجوفية بتعتقد المياه الجوفية يعني أنا سمعت تصريحات لمدر حددين أنه لا فيها إحنا أثرياء بالمياه هلأ أثرياء أو عدم ثراء هي للتجربة يعني بلا شك المياه موجودة في جوفة ردوا عليه الخبراء قالوا لا هاي مي بش مضمونة لأنها قد تكون مالحة يا أخي جرب افتح المجال للتجربة ما هو معمول فيه بالأردن أنه المياه والحصول على المياه محصور بالقطاع العام افتح للقطاع الخاص افتح للشركات نعم إذا وجدت مياه بتبيعك هاي المياه بالشعر معلاته أيضا أنت من الداعين أنه افتح للقطاع الخاص تستمر حتى ينقب عن النفط بالضبط طبعا مش زي الولايات والتحدة الأمريكية طيب إذن إحنا متفقين على شح المياه مصاعب في مصادرها نعم اتفاقيتنا مع سوريا أنا بدي أخذ نعم اتفاقيات نشرحها واحدة واحدة نعم اتفاقيتنا مع السوريا يعني كثير من زمان ممكن وإحنا صغار نعم نسمع أنه عنا دائما مشاكل نعم في الحصول على حصتنا نعم عنا حصة إقليمية ودولية ومعترف فيها لكن ما عم نحصد عليها كما هي نعم وإنه السوريين قبل الحروب الداخلية اللي صارت وكبل المشاكل وكبل الربيع بنوا كم هائل من السجود على في محيط هذا العوض صحيح طيب وكل ما بدي يجي بدنا يعني أنا بسمع تصريحات المسؤولين نقلل عنهم أنه كل ما منطلب نقعد تفاوض السوريين ما يعني يرفضون فكرة أصلا التفاوض على المياه نعم تعطينا إطلالة على هذا الموضوع هو مش رفض للتفاوض هو تجاهل لكن بقيت الأمور بيننا بهالشكل حتى عام السبعة وثمانين وصيغة اتفاقية اليارموك في حينه وحددت عدد السدود في الأراضي السورية المسموح في إقامتها وكان في حينه 28 سن نحن اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 42 سن هاي تحصر المياه بحيث ما تنزلش عن نهر اليرموك ونأخذها إحنا حددت عدد الآبار والآبار الجوفية طبعا تستنزف من المياه لكن بعد 2010 وحتى قبل 2010 كان صعب التحاور مع إخواننا السوريين ومع ذلك لما كنا نجلس لهم هاي الاتفاقية في كتير من الأحيان يلتزموا بالاتفاقية وتسال المياه إحنا وياهم اتفقنا على إقامة سد في حوض اليرموك يمسك بالمياه اللي قادمة للأردن سميناه سد الوحدة نحن كنا نتحدث عن 300 مليون متر مكعب نضعه نحن نخزنه في هذا السد بعد إقامته أقمناه ليخزن 110 ولم يصل لليوم معدل ارتفاع المياه فيه عن 30 مليون طيب يعني وين المياه؟ مؤخراً يُعزى كثير الأمر للفوضى في جنوب سوريا لكن هاي مش مبرر مش مبرر طيب إحنا ليش مش قادرين نحسم هذا الملف؟ يا سيدي هذا يتطلب حوار مباشر مع السوريين أنا في فترة ولمدة ثلاث سنوات كنت رئيس لجنة المياه الأردنية السورية نعم وكنا نتحاور إحنا وياهم وكانوا يلتزموا ويعطونا المياه يجب أن نبقي الباب مفتوح ما بصير هاي مياهنا تروح حدراً سبب رئيسي آخر أنه من كان يعرف الطريق إلى سوريا أو إلى الشام إلى دمشق كان يعرف أنه من الرمثة إلى دمشق الأراضي مزروعة قمح وشهير يمين وشهير السوريين كما بالأردن ذهبوا لآبار ومن ثم زراعة الخضروات هاي بندورة هاي بطيخ وبالتالي هاي استنزفوا المياه يعني القصة مع سوريا ليست سياسية نتأمل إنها مستسياسية بنظل إحنا إخوان يعني مش معقول سوريا بلد شفية أما ما فيه تعنت من جهتهم أو عقوبة أنه تعلمتهم لا لا فيه تجاهل فيه تجاهل فيه تجاهل طيب هل تعتقد أنه إحنا ظلمنا أنفسنا أم ظلمنا في اتفاقية المياه مع سرائيل اتفاقية المياه في إسرائيل إحنا نظلمنا في قضية رئيسية الجانب العربي كان يجب أن يفاوض إسرائيل مجتمعا وأنا بعني الجانب العربي سوريا وقبلها لبنان وفلسطين في الأردن لما انقسمنا كل واحد لوحده صارت شو حصتك أنت كأردني ما عدت أنا أحارب على الحصة العربية ولا رجعت لحتى جونستون اللي كان اللي إحنا حاربناه في الستينات حتى ما طرح في جونستون مش مطبق من إسرائيل اليوم وكنا ممكن نلجأ الإخوان الفلسطينيين قالوا إحنا منتحدث في مياهنا وبالتالي أنا لما جيت أتحدث عن حقوقي في نهر الأردن ما درتش أتحدث عن حقوق عربية تحدث عن حقوق أردنية أنا ما انظلمت يعني حقيقة بالتفاوض انظلمت في بند واحد اللي هو كان اختلاف بيننا وبينهم على خمسين مليون متر مكعب وهذا البند في النهاية صيغ بشكل أنه يتعاون البلدان على توفير مياه إضافية بقيمة خمسين مليون متر مكعب بس احنا مشتريها الشراء ما جايك بالكلام وبقينا نتحدث إحنا وياهم بتذكر أنا أيضا كنت في المفاوضات أنه هذا حقنا وهم بقولوا لا البند بقولنا تعاون شو بتكون نحلي ونبيعكم إلى أن تم بالثمانية وتسعين اتفاق في العقبة وقع من جلالة الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يعطونا خمس وعشرين مليون سنويا ونشتري الخمس وعشرين مليون الباقي أو نحلي مع بعض ولا زلنا على هذا لا هذا تم بالثمانية وتسعين أنا في المفاوضات معهم بالتسعة وتسعين رفضوا الالتزام بهذا البند ورغم أنهم وقعوا عنه رغم أنهم وقعوا والآن كيف الألية ماشية على علمك؟ على علمك طبعا أنت مش مطلع بس كما في حدود ما تعلم بحدود ما أعلم كما متى نحتاج نشتري وفي بعض الأحيان يتعنتوا يعني قبل سنتين أو ثلاثة كانت الأردن بذها 8 مليون ونتنياهو رفض بيها طيب أنا نفس السؤال في سوريا يعني هل تعتقد أنهم بتعاملوا معنا سياسيا أيضا في هذا الملف؟ مش فنيا؟ لا فيش إشي بالعالم العربي مش سياسي للأسف أنا بحكي تحديدا بإسرائيل نعم إلى حد ما سياسيا رغم أن وبتذكر أنا لما كنت قرأس اللجنة لجأنا لجهات أخرى توسطت بيننا وبين سوريا نعم بتذكر الأمريكان أيضا ضغطوا لهذا الموضوع اللياه طب هذا بقودني للمعركة الشرسة اللي تم يعني دارت في موضوع الناقل البحرين نعم تمويل دولي توفر وإرادة دولية بتنفيذ المشروع إسرائيل ما بدها يعني هاي العكاس ليش نقبل؟ طيب إذا إسرائيل ما بدها بدها لهدف رئيسي أن نبقى معتمدين على إسرائيل وهم تجيني موضوع مهم جدا اسمه أمن الموارد أنا ما بستطيع أترك مياهي باعتمادي على إسرائيل فيها يجب أن يكون لي قرار رئيسي في مياهي سيادي طبعا أول شي عملة إسرائيل في حربها على غزة قطعة المياه نعم أي خصم إليك بيقطع عنك المياه أنا بفهم أشياء الشيئ إلا المياه الطاقة أنا ممكن أستورد طاقة يعني أنت بتحذر أن إسرائيل لموقف سياسي معين تيجي بتقطع المياه عن الأردن بالضبط أنا لا أثق في أنه يعني أعجبني مثلا أنت مرة حكيته لو واحد بحط عداد المي تبعه عند الجهر أنا بعمان بقبل عداد المي تبعه عند الجهر أنا ببالك بالضبط أه بسكروا إيتم بالدوم وتعويتم بالدوم بالضبط فبالتالي المقاوف والمجاسفة لا تنازل قائمة نعم لفرضا بكرة هددوا الوصاية الهاشمية في القدس أو رموا الإخوان اللي في الشيخ جراء على الجسر وما يجري بالضفة بالقدس أو ما يجري بالضفة والتوزيع السلاح وقتل الناس والمتطرفين يا أخي المتطرفين هدول لو عنا كانت قامة الدنيا وجلسات مجلس الأمد بس بين غفير وسموتريتش رح يترك لك المويل؟ لا طبعا ما الذي يمنع معاين طب شو البداية لأنه إذا حصل في عدود ما تعلم طبعا أنه إنت مش بالمسؤولية المدائل بدك تفتح الباب بدك تفتح الباب أمام الاستثمار في المياه في المياه أولا تحلية المياه الحفر والبحث عن المياه خليه القطع الخاص يدور تاني شيء إدارة المياه إدارة المياه إدارة المياه أنت بتعتقد فيه هدر بالمياه طبعا فيه هدر الهدر مش في مياه الشرب الهدر في طفوية الفرص ومياه الزراع نحن نستهلك 60% من مياهنا بالزراعة أنا ما أقول لا تستهلك في الزراعة استهلك بالزراعة لكن لازم تتحاسب مع المزارع أول شيء إدارة المياه شوفي عمان عنا شركة لإدارة المياه وبالتالي الموضوع ناجح في الأغوار يجب أن يكون هلالك إدارة بنفس الطريقة أنت بتزرع مزرعات تستهلك مياه عالية كثيرة نعم بخفض السعر إليك أنت بتستنزف مياه برفع السعر عليك المياه في الأغوار بـ 8 فلس المتر المكعب أي أنا بدفعها في بيتي 800 فلس نعم وأحيانا أكثر هذا لا يجوز المردود الاقتصادي للمياه في الزراعة لا تزيد عن هذه كانت زمانة وزارة المياه والري والزراعة يعني الري مرتبط بالزراعة بعدين لا يجوز أنا أني فائض أو حاجتي للمياه أصدرها على شكل بطيخ وبندورة لدول أخرى مثلا ومش مردود اقتصادي لا أبد لا يتجاوز أربعة بالمئة من ناتج كان الموز مشكلة بالضبط الموز مثلا بطلع وزير الزراعة ويقول لك بدنا نعمم زراعة الموز يا أخي إبحث كم يستهلك مياه سلة الغذاء يجب أن تتركز بكم الحاجة الأردنية والحاجة للاستخدام المياه فيها هذا الأمر الأساسي نعم بدأ أرجع لمشروع الناقل الوطني نعم يعني ظغر أنا بالنسبة لي والله كان حلوب أنه نشوف غايات بيئية أيضا أنه تروح المي للبحر الميت اللي عم بتناقص يعني يوم عم تطلع الشط عم بتراجع بشكل كبير نعم وهذا انذار خطير جدا جدا وكان منك هناك فرص لتغذية البحر الميت بالمياه نعم وأيضا إنشاء بحيرة في وادي عرباء على الأقل تكون لغايات سياحية وأيضا توليد الطاقة الكهربائية من المياه الساقطة يعني كانت حلم طموح جدا لماذا لم يؤفدوا الأردن وحيدا مع الفلسطينيين لماذا يعني استجاب كما ننفذ اليوم الناقل الوطني كان يجب أن ننفذ ناقل البحرين بالجانب الأردن نعم هناك محددات طبيعية يجب أن نأخذها بالاعتبار مياه البحر الأحمر هي من السوديوم يعني نا سي ال مع الليكلور نعم مياه البحر الميت بوتاسيوم فيجب أن لا يزيد المياه السوديوم اللي جايبينها من البحر الأحمر للبحر الميت عن 400 مليون لكن يا أخي 400 مليون تكفي احنا كنا نتحدث عن 650 مليون متر مكعب مياه محلاة للأردن من ناقل البحرين اليوم بنناقل الوطني نحدث عن 250 طيب يا جماعة ليش هذا الكلام هذا الكلام يعني جدوى لتغطية حاجة الدخص المياه ما فيه طبعا دي صار العجز من 1998 لليوم 2024 كبر العجز وقلت الكمية اللي بنوفرها أنا بعتقد هذا إله تفسيرات عديدة أول شي احنا لنبحث سياسيا بموضوع المياه أعطيني جلسة في مجلس النواب نائب وقف وقال بدي أراجع ملف هالمياه أو حكومة قدمتها حد علمي ما حصل ما حصل ليش ما بحصل أنت ما بتشعر لنا خطر أعطيني مثلا مراجعة لملفات المياه وتفاصيلها ما حدا براجع يعني إحنا ديمقراطيا ما بالراجع فما بالك مع أنه لازم نرد هلأ نقول تعالوا بدي نفتح اتفاقية المياه مع إسرائيل نرجحها هلأ هلأ أرجحها لك على البحر الميت الذي يتناقص نعم سبب التناقص أنه إسرائيل حولت نهر الأردن للنقب نعم يا خي ما نرفع عليهم دعوة ليش ما هم يعودوا هذا النقص والتراجع في البحر الميت صحيح ليش منسكت في حقوقنا العلمية المثبتة علميا هو السكوت على الحقوق أو الذهاب إلى الحقوق انتقائي يبدو هلأ بدي أحكي موضوع السكنزيتي بس بعدين نعم لكن موضوع المياه موضوع الشائك ويبدو أنه لازم يكون فيه مؤتمر سياسي عريض جدا لمناقشة هذا التحدي إلى أي مدى أنت بتشوف أنه فعلا إحنا في خطر في موضوع المياه إحنا في خطر كبير في خطر كبير ما يسعفنا فقط هو إدارتنا للمياه يعني إحنا ما زلنا في إدارة ناجعة بالتزويد يعني أنت للآن الحمد لله ما بتشوفش حدا حامل سطل وواقف على الشارع باستنى حدا يعطيه تنك مية لكن هذا مش بعيد إذا ضلينا زي ما إحنا يعني أنا عددتلك لحد الآن لا بس المستهلكين عم بلاحظوا أنه في ما هذا اللي جاي تحديد في التزويد هذا اللي جايك سنويا عم بزيد التقطير في المياه وسنويا عم نلجأ لشراء أبار خزنات مياه صهريج مياه يا أخي أولا أنا مش عارف من أي أبار جاي ومدام بهمني أتحدث على الاعتداءات ثاني إشي ما بعرفش نوعية المياه هاي اللي جاي بالصهريج إنه بتسبب لأمراض ما نضيفه مش نضيفه أنا المياه اللي بتجيني بالحلفية مراقبة بصورة مميزة أما مياه الأبار أما مياه الأبار ما بعرف بعدين ليش هاي الأبار مش مراقبة عليها ولا محددة تيجي للاعتداءات في المحافظات في محافظات ما بيدفعوش كل في المياه أو الاعتداءات على المياه تزيد عن السبعين خمس وسبعين بالمياه يا أخي ما بصير بالأغوار أكتر من هي طب بجوز أنا تماني فلس ولسه بتعتدي أنا هادي جريمة هادي جريمة يجب يعني أنت بتاع رقابة غير كافية غير كافية كليا تفعيل قانون في وضوء المياه غير كافية طبعا غير كافية هل هذا قصور بفهم أهمية المياه ولا تجاهل ولا عدم اكتراث هذا واحد إنه إحنا مش محددين أولوياتنا إيش القضايا المهمة المصيرية إلنا ووضعين المياه كقضية فيها وبالتالي من يتسبب في عطش مواطن أردني هذا هاي جريمة عشان نطلع من ملف المياه نعم بدي بس نقاط محددة أين المشاكل في إدارة المياه اللي أنت وصفتها بأمن المياه زي أمن الطاقة لا يقلان عن بعضهم البعض أهمية أمن المياه تحت إدارة المياه ما الذي يجب أن يتم في هذا الوضوع كيف؟ إذا استهلاكنا في مياه الزراعة يزيد عن 55 أو 60% يجب أن تدار بطريقة ناجعة أحسن من هيك إدارتها من قبل الحكومة غير كافية والرقابة والتشديد على الاستهلاك والاستنزاف غير مجدي إذا أنت تعتقد أنه لازم يكون في دور القطاع الخاص طبعا قطاع خاص يجب أن يكون له دور في إدارة المياه يكون له دور كبير في الحفر والبحث عن موارد جديدة بالمياه والتحلية والتحلية يعني أقول لك مثال قبل عدة سنوات وزارة المياه لجأت لعطاء للحفر للبحث عن المياه الحفارة صالحة ومصالحة الفساد ووزير براجع وأمين عام يا عمي مش شغلتكو اتركوه للقطاع الخاص لما يحفروا يلاقي المياه يشتري منه كما أنه الوسائل الحديث اليوم في البحث عن المياه طبعا تطورت تطورت مش موجودة عندك في القطاع صار في تكنولوجيا تحدد لك وين المياه متوفر يا أخي أنا بدي أحكي لك إشي مجازا أنت أعطيني وزارة أشغال مسؤولة عن الطرق أعطيني منهل يستوي مع الشارع في أي مكان أو ستاندر أو بصير يعني نحن نرى الطرق في أوروبا هيك حتى أنها كانت تتركها في مجالات يجب أن تتركها يعني مياه الأمطار عم تروح حذر بدون أي طاقة منف الطاقة نعم وهذا أنا برأيي منف الطاقة على أقل سخونة عن موضوع المياه والتنين برتبطين بالمناسب بعض ضمن بعض نحن نستورد غاز بمجم اتفاقية من إسرائيل أبدأ بهذا الموضوع لأنه حكينا عن موضوع المياه يعني لا تقل مخاطر اتفاقيتنا بموضوع الغاز عن مخاطر اتفاقيتنا أين أخطأنا في موضوع الغاز وأين أصبنا وهل زي ما يقال أنه لو لم نوقع هذه الاتفاقية مع إسرائيل كان ما وفرنا مليارين دولار من تكاليف الطاقة استيراد اللفت وتشغيل محطات الكرباء على بواسط الفيول ما مدى دقة هذا الحديث شوف خلينا نحكي بالتفصيل الفني إسرائيل اكتشفت أول حوض للغاز عندها ووجدت في الحوض الأولان اللي اكتشفته أو كانت شركة أميركية اسمها نوبل بعد ذلك أول أردن أنه تكفي 65% من حاجتها فراحت حفرة حوض ثاني أطلعت 35% وزاد عندها فائد إسرائيل لا تستطيع أن تبيع للبنان و سوريا لا تستطيع أن تبيع لقبرص لأن قبرص فيها غاز فيها غاز البلد القريب الوحيد الذي يمكنك تمدلها وتبيعها هي الأردن ومصر مصر بالسابق إسرائيل كانت تستور تستور الأردن من مصر وبعدين مصر قصرت على الأردن وعا إسرائيل نتيجة أحداث 2010 أو ما فيش توقعات هل لا ما فيش غاز لكن في حينه كان نتيجة الأحداث انقطعت الأنابيب وكذا إحنا ما رفعنا دعوة على الأخوان المصريين إسرائيل رفعت دعوة رفعت دعوة وبالتالي أخذت غاز أو تسيّل غاز على حساب لكن خليني بالجانب الأردن نعم كانت فرصة للأردن على تحصل على سعر جيد من الغاز الإسرائيلي لكن هي أيضا فرصة كانت لإسرائيل إنها تبيع باقي غازها وإلا كان هذا الغاز انحرق بالجو هم ببيعوا عمليا فقط للأردن هم ببيعوا عمليا ذكرت لك كل الدول اللي حوليها هم ما بدهم حتى لأوروبا ما بش قادرين لا ما بفش لأوروبا ويبدو أن الروس يعني حاطين كرت أحمر بالضبط هل بنحكي فيه بس كمل فأنت هل حصلت الحكومة على سعر أعتقد أنهم حصلوا على سعر جيد بس برجع مرة أخرى لأمن الموارد أنا لا أثق بهذا الجار أنه يستمر بالتزويد ومتى أحتاج أو إمتى بسكر الزر بالضبط القضية مش قضية يعني أنا هذا بكون جار محترم ومساعد ثم أنه مجتمع رايح للتطرف يعني عليك وسعيد بجيرته لما يعيد الحقوق للفلسطينيين حسب ما تم الاتباق إذا كان ديفيد المجحفة ما أعطاها ومش حقوق فيها فما بالغ غير شيء وما يزال يزيد في التطرف وبالتالي أنه يلود يلود رعنا بالغاز يعني اللي كان يهدده من وراء الجدر أصبحوا في المسئولية اليوم في إسرائيل نعم أصبحوا تنفيذيين يعني يعني ينفذون الطاقة والمياه وعن الضفط الغربية أنه هدول اللي اغتالوا رابيين لأنه وقع لأنه وقع اتفاقيين طب إذا بمجتمعهم هم يبحثوا عن التطرف طب خلينا نفصل أكثر بالتفاق الغاز كمان هتعتقد أنه كان فيه فلن نقعوذن فيها مع أنه احنا مشتريين الوحيدين مفروض نتدلل يعني أنا بحكي لك وين الظلم الظلم أنه اعتمدنا مدنى تقريبا موضوع الطاقة المتجددة لسببين واحد أنه أنا ما بأتيني ضرائب من الطاقة المتجددة أنا لما أولد طاقة أنت دخلت على المفتاني الطاقة المتجددة مهو مرتبطين لما أولد طاقة من الوقود الإحفوري يعني الديزل أو غيره أنا كحكومة بأخذ نصف التعرفة ضرائب من الطاقة المتجددة ما بأخذ مفتان وبالتالي مؤخرا فرضوا هم يمكن لغينا راوند ثري أو دورة ثالثة من عطاءات الطاقة المتجددة مع أنه السعر نزل وفرضت الحكومة رسؤوم أيضا نحل جايك نزل السعر من حوالي عشر قروش لقرش وسبعة فلس لغيناه طب يا أخي لو صار بعشر وسبعة فلس ما هو هذا أرخص من الغاز وهذا أرخص من الديزل اللي بتولد فيه لكن أنا إذن هاي من عراقيل هاي أحد العراقيل وأنا بأعتقد رئيسية جدا طاقة المتجددة من العراقيل الثاني أنه إحنا فيه إشي جديد اسمه Green Economy الاقتصاد الأخضر نعم إحنا بالمؤتمرات بنروح بننادي فيه ونحكي فيه أه بس بالتطبيق مين بيطبق نعم أنت الفرق عندك وكنا بتحدث قبل الجلسة أنه مواطنك يتجه للتوفير لكن حكومتك ما بتتجه للتوفير مدام أين يوجد إرادات بالضبط الإرادات هي الطابع الرئيسي طيب موضوع الطاقة فيه تلت محالة النفط الغاز الصخر الزيتي نعم النفط أينت يعني وين بس أنا قبل موضوع النفط وأسعلك على النفط يعني بس هيك مرور سريع على الحرب والأدوان إسرائيل على غزة هل تعتقد أنه الغاز اللي موجود كبالة سواحل غزة له دور في هذا الموضوع يعني هل إسرائيل من أهداف الحرب هذا هذا الموضوع لا أنا بعتقد سيكون له دور لكن أنت بهذه الصبغة أنه الحرب تمت على أسس اقتصادية هذا مش دقيقة هدول جماعة عنصريين قتلي ومجرمين يعني هدول بعدين بفكروا بعدين القضية الغاز وبعدين هم الغاز مؤشر مش إثباتات هم بموانئ في غزة ما كانوا سامحين فيها يعني أنا بتذكر سنت بالتسعينات بمنتصف التسعينات بعد الأربعة وتسعين حضرت كمدير ميناء أنه أساعد الأخوة في غزة بإنشاء رصيف ومسو أطراف ميناء وبعدين جرفوه جرفوه غير عن جرفوه من هديك الأيام لليوم ما صار ميناء ما صار ميناء هدول مش قاصدين فذلك موضوع الغاز مؤجل لا لا هو تدمير وحرب تدميرية نعم طيب النفط نعم هل تعتقد أنه فيه مستقبل للنفط في ضوء اكتشافات الطاقة الجديدة الطاقة الجددة الطاقة الأحفورية من الصخر الزيتي قصة أن أمريكا اليوم عندها صخر الزيتي من المشاريع المهمة يا سيدي أنا وياك يعني بجوز أنا أكبر منك عمري من أنا ولا صغير وأنا بسمع فيه نفط وفيه غاز من شان الله وينه عنا بالأردن من هذا والريشة والكذا يا جماعة طيب تعطوني تباشير طاقة آخر تصريحات وكانت مفعمة بالتفاؤل لهذا السبب بدي أحكي إن شاء الله بالتفاؤل يعني وأنا بدي أتفاؤل بجوز التكنولوجيا تطورك يعني ما كنا نقدر نحدد أين يوجد الغاز أنا بصدقك لما أبدأ لإلى الآن أنا عندي معضلة ما زلت أستورد النفط وما زلت أستورد الغاز وأزمة لألفين وعشرة سببت لي مديونية في نبكو في شركة الكارباء الوطنيين لليوم أنا عاجز عن سدادها أنا رح أسألك عن الحل المقترح في موضوع ديون نبكو نعم ممكن تعطي الإجابة سريعة عن هذا الموضوع يعني البعض يقول لك خذ هذه المديونية كدين عام نعم افصلها عن الشركة والشركة بيعها أو جزئها خليها نبكو للشمال أو شكلها على أسس تجارية ما هو بيعها اللي تعمل على أسس تجارية وإخرج نفسك منها الحكومة اللي الآن تعتقد إنه إلها دور منظم أو ما يسمى ريوليتر ومؤسس وبتتردد في هالموضوع ما بعرف ليش أنا بعرف إنه كان في عنا عرض من شركة صينية مهمة جدا اللي بيمدوا من السعودية للأردن الأردن فيما بعد الخط الناقل وكان عندهم نية إنهم يشتروا لكن هل تبيع الحكومة هل ما تبيع وفي دراسات إدامة عملت وفي دراسات نطول بانك شوي طيب الصخر الزيتي ما الذي جرى والصخر الزتي إيش اللي صار يعني أنا وحنا صغار أطوال نقول لنا بالأردن مخزون يكفينا الأجيال من الصخر الزيتي ونقدر نطلع منه النفط وكهرباء وطاقة وطاقة طيب هذا الحلوب صار حقيقة ما الذي يكسر الحلوب هذا كمثال إحنا منلعب فطول روح بدل ما أخبط الطابة خبطت حجر وصرت أصرخ عليك أنه سبب أنت يا أخي أنا ما أجبرتك تتفق معي على سلمباط الصخر الزيتي ولا دخلت أنا في معك بالمفاوضات وعطيتك أسعار وإنت حصصت لي حصة من هاي أعمل الصخر الزيتي وأنا ما ذكرت يعني القرار ما كانش ما كناش مجبرين عليه أنا باعتقادي هل هو مجح في السعر يا أخي كنت تاخد طاقة متجددة بسعر أرخص ممكن أو كذا أنت وضعت الصخر الزيتي بس في ذاك الوقت كان في مشكلة نفس السعر تقريبا بس كان مشكلة في الطاقة عموما بالضبط هذا اللي بدأ أكمل لك إنت لجأت للصخر الزيتي كأحد الحلول لأزمة الطاقة عندك نعم واتفقت مع هذه الشركة بعدين تيجي بتنقض هذا الاتفاق وتقول فيه غبن يا عمي أنا مش فاهم أنا مش محكم ولا درست الملف كمحكم حيادي طبعا أنا كنت أتمنى أنه بلدي ما تخسر نعم لكن بالتأكيد هذا التحديد خسرنا القضية خسرنا القضية خلا نكون واضحين واللي أسوأ من خسارة القضية الإعلان عن كيف خسرنا القضية احنا تمنا بإعلان للناس ندفع تعب مهام يعني كأنه فزنا بالقضية والكبعيب عليكم ما بصير ما بصير تستخوتني أنت لهالدرجة وتطلع لي الخبر كأنك أكسبت القضية أنا بس بالناس تدفع أعتقد أنه رقب 45 مليون تقريبا للرسوم والأطعاب طيب هاي ضاعة عالمين يعني ما دفعناهش حمد لله طيب ماذا كان يجب أن نفعل في موضوع الصخر الزيتي بدل هاي يعني الضجة اللي ربما يعني أثرت على رؤية المستثمرين شوف كل الدول تمر بتجارب ناجحة وتجارب غير ناجحة قد يكون الصخر الزيتي في حينه ناجح وفيما بعد تبين لنا أنه لا مش ناجح سعرا لا ليش بفاوض بالشرك؟ لكن ليش مجينا على الشرك نقول لهم مثلا 25 سنة امتيازكم تعالوا نعملوه 50 لكن بأسعار مختلفة بأسعار مختلفة ليش أنتوا حصد ليش ما ندخل إحنا شريك شريك يعني في خيارات للتفاوض كان أنا باعتقادي كانت ممكنة هل القرار في موضوع الصخر الزيتي سياسي أو ذو صبغة سياسية هذا سؤال مهم وهذا مهم لكن الجواب عنده عند الحكومة أنا ما بقدر أتهم الحكومة هل كان ممكن شراء المشروع أنا الشيء الوحيد اللي بقدر أدافع عن صاحب القرار في أنه السعر غير منصف أنه سعر اليوم رخيص بالطاقة المتجددة لكن هذا مش مبرر لك لا تلغي اتفاق قانوني بس ما في حكومة بأثر راجعيا ما هذا بقول لك ما بصرش إليك تلغي عند توقيع اتفاقي الشيء وبعد توقيع اتفاقي من يبين ما بصير آجي أنا ولا شريت منك سيارة اليوم بـ 15 ألف كمان ترى سنة نزلت أسعارها صارت 10 ألف تعالى أعطيني الفرق بالزبط بعدين أنا بطلع على أي مشروع على مردوداته الإيجابية الثانوية اللي هي كمان أيضا أساسي كم بوظفي عمال كم بشغل كم بحي منه أخي وبعدين طيب كم برفع درجة الاستثمار عندي بالزبط أنا يعني عملت ضجة لكن أرجو أنه يكون القرار صاحب لا مين هلأ بدي يجي يتفق معك ويضمن أنه بعد كم سنة ما في غبط ما فيش غبط هل تنصح الحكومة أنه تدخل مفاوضات جديدة مع الشركة ودية 100% لترميم الثقة 100% لأنه خلاص مشروع قائم وهلأ بدهم يشتروا منه أكيد ولما يتوقف الشراء أصلا خلال التحكيم أكيد بس هذا كان لازم تم قبل قبل يعني استدراك ما يمكن استدراكه طيب ما الذي يعرق حكينا إحنا بعض مختططات عن موضوع الطاقة المتجددة تحديدا ما الذي يعرق للتوسع في الطاقة المتجددة خصنا نحكي إحنا والله الشمس عندنا ما شاء الله ساطعة يعني حتى بالشتاء نعم ما هي العرقية الحقيقية المفتعلة المشكلة الحقيقية هي ما يأتيني أذنك حكومة من مردود مالي من أي مشروع مش العيون مثلا فترة من الفترات لمصلحة الغاز فترة من فترات لمصلحة النووي لا 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 النووي قضية أخرى والنووي كأحد وسائل الطاقة يمكن العيب الوحيد في حينه كان استنزافه لكثير من المياه في التبريد نعم اليوم صار في وسائل حديثي وغيره لكن بالوقود الأحفوري الديزل وغيره الحكومة يأتيها مردود هائل من الضرائب على هذه المستوردات ما لديك ضرائب على الطاقة المتجددة هلأ وضعنا اثنين دينارين على كل كيلو وات وبعدين صرنا نحدد ما فيش مشروع ويلينج أو عبور بأكتر من زي ما عملنا بشرائح الكهرباء في موضوع العددات مشان السيارات صرنا نحاول نشدد نفتش مين أفقر قطاع عندنا في البلد؟ قطاع المياه نعم وزارة المياه تدفع كل سنة لوزارة الطاقة ما يزيد عن 300 مليون دولار كهرباء طبعا خليهم يتحولوا الطاقة المتجددة مثلا ما هدول على حسابكم فنادق 35 الفنادق السياحية بأكس عليك بس أنا بحكي لك على قطاع مهم جدا 35 محطة تنقية في وزارة المياه تشتغلوا على وحدة بتشتغل على الطاقة المتجددة صير هذا الحد مثلا ليش ما تحول الأربعة وثلاثين تدريجيا لطاقة المياه بركي جماعتها بحبوا تطخوا عرز لهم بحبوا تطخوا عرز لهم للأسف يعني طيب هذا بده نقلني للمشاريع الاستراتيجية في موضوع الطاقة نعم ومنها تنقيب عن الغاز والبترول وهذا حكينا فيه تعتقد أنه هناك ضرورة لاستكبال تطوير مصفات البترول كثيرا نحن داولة غير منتجة النفط نعم يعني وأين ترى مستقبل مصفات البترول يعني الدعوة لمصفات بترول جديدة صلها عشرات السنين يعني أتذكر أكثر من عشر سنين ونحن نتحدث عن مصفات جديدة الحكومة كمان لجأت لوسائل أخرى أنه سمحت لشركات أخرى تبيع الوقود وغيرها وهذا حد من السيطرة الكامنة لمصفات البترول ما يحدد إحنا بحاجة أو مش بحاجة الكمية والنوعية هل معستي؟ أنا إذا وطنيا بدأت تحكي لإكتفاء ذاتي أنا والله بقول مصفات بترول بدل ما أجيب فرنسيين وأوروبيين وأجانب وكذا مثلا ومصفات أخرى لكن وبتحدث عن توسعة المصفات الحالية فلتكون كمرحلة أولى لكن المصفات والطاقة والوقود قضية استثمارية زيها زي المياه أبو السلاك من يقول أنه ما في داعي للمصفات مدامك أنت بتستورد بشتقات وخلص يعني ما يحدد هذا القرار قضية جدوى أو عدم جدوى أنا مرتبط بأنبوب البصرة ما أظنش أنبوب البصرة أنا بتذكر من التمانينات وإحنا بنحكي مع الإخوان العراقيين مدوا سلاك زي مترو عمان زي اليوم العراق تستورد بالمناسبة طاقة ومياه من إيران نعم إيران مدى إحنا بندخل في موضوع آخر على نهر دجلة عملة 109 سدود لتحرم العراق من مياه وتحويلها للزراعة في إيران في إيران ونفس الشيء بالنفط يعني فهل نعتمد على أنه نستورد نفط مثلا طيب إذن أنت مع بناء مصفاة جديدة أنا إذا كان في حاجة نعم إذا كان في حاجة نعم طيب مشروع التوسع الرابع اللي بيحكوا عنه المصفاة جيد ولا فليكن رغم أنه كلفته عالية هذا بتحدده دراسات الجدوى إذا إله جدوى إذا وجدت أنه مشروع التوسع كيف الجدوى؟ الجدوى مبنية على جدوى مباشرة السعر والشو بتبيع وجدوى غير مباشرة كيف بتوظف أردنيين فيه؟ كيف بتشغل عمالة؟ كيف تخلق فرص استثماتي؟ اقتصادية؟ هذه أيضا مهمة أكثر منها أرجيب أنا بنزين أو فيول أجنبي يا أخي هذا مشتغل عامل في أوروبا أو عامل في بلد تاني يعني أنت مع تحديث المصفات بطويرها أولا ببعا كويس هذا رأيي مخالف للأراء الأخرى اللي بتقول أنه ما في دعاة المصفات لا لا ما بصيرش بالعكس اليوم نصافي شوف المصفات البترول الأردنية من أقدم المؤسسات الصناعية في الأردن من الستينات لا بصير أهملها وأزبلها حتى ترتمي لحساب استيراد خارجي بالعكس إذا زادت وإذا كبرت وصار فيه واحدة تانية طب أنا ضل معنا وقت تفضل هل تعتقد أنه لازال صندوق الطاقة مولق في الأردن؟ يعني غير مفهوم متشابك غير واضح ليش بصير هون هيك ليش بنروح هون ليش بنيجي هون ليش بنطلع هون مع أنه الحلول قد تبدو واضحة على السطح في موضوع الطاقة كذلك في موضوع المياه يعني مثلا هلأ هنا بالحلقة اتفقنا أنه خلينا راجع انتفاقيتنا مع إسرائيل وخلينا نحدد مصادرنا وخلينا نعطي الخطاء الخاصية الحلول الموجودة على الطاقة بالطاقة منقول طب خلينا نروح على الطاقة المتجددة أكثر خلينا نعطي حرية للقطاع الخاصي هو يفتش عن النفط وعلي الغاز خلينا نعتمد على مصادر عربية أكثر أمنا في التزوج بالطاقة أو على مصادرنا الذاتية اللي هي من خلال ناكل الوطني توليد الكهرباء أيضا يعني مياه الساقطة يعني ليش من نروح على هل هل إحنا بدنا تضل هذا الموضوع كما هو كما هو شوف أنت برأيك يعني تصورك أنا بربط الحس السياسي بالتطبيق الاقتصادي الحس السياسي يجب أنه حاسب ليش يجب أنه حاسب نفسنا أنت سألتني في بداية الجلسة عن قناة البحرين ليش لليوم 25 سنة وما تمش وما تمش مين اللي بدي أحاسبه بدي أحاسب أنا هذا الكلام مع الناش مراجعة ومحاسبة هذا المعنى الديمقراطي في ممارسة الديمقراطية في المحاسبة على حقوق الناس وأصولها وحقها في التطوير ما في ما في نتيجة عدم وجود هاي المحاسبة كل حكومة وهذا كله بدخل في موضوع أمن الطاقة وأمن المياه طبعا نسمع أمن الطاقة وأمن المياه وضيف عليهم أمن الغذاء أمن الغذاء طبعا نعم طيب أنا بدي أستغل آخر دقائق فضل وأحكي شوية بيئة نعم احنا بجينا تمويل لغايات المشاريع البيئية هل تعتقد أنه احنا بالبيئة وصلنا مستوى يعني جيد في الحفاظ على البيئة في صيانة البيئة بواقمة المشاريع اللي عم نعملها مع الظروف والسلوط البيئية إلى حد ما نعم لكن في مخالفات أو في ثغرات الوعي البيئة يعني أنت بقهرك أنك تشوف مجموعة شباب سهرانين على دوار بالليل ثاني يوم الصبح تطلع كل الإزبالة موجودة على الأرض طبعا أنتو خرجين جامعات أنتو شباب وعين صحيح أو بتمر جنب واحد ما بتشوفه قوله فتح حلهاي ورمى بكيت الدخان صحيح يا أخي الوعي البيئي ما كنا زمان نحكي عمان مدينة نظيفة نعم ما بدلوم أمانة عمان طبعا لا لا ناس كان أهم أعيادنا عيد الشجرة كنا نطلع كأطفال كأولاد ونزرع شجر صحيح اليوم نحن نقضي على المناطق الخضراء بالعمار و بنشيل الشجرة و بنشيل المناطق الخضراء وين في مفروض مساحة وكذا ما فيش حدائق نعم ما فيش حدائق نعم وفي لأنو أنتو أيضا في جمعية إدامة مهتمين بالبيئة وخاصة مشاريع الطاقة وحلاكتها بالبيئة والطاقة الخضراء نعم بالتحديد وزارة الإدارة المحلية عليها كثيرا من العمل على المحافظة على البيئة بلش وزارة البيئة وزارة البيئة بتشتغل بجد لكن مش هي اللي بتعطي رخص مش أنا اللي بعطيك رخص للبنى ولا أنا اللي بحدد المناطق أمانة عمان عليها دور أيضا لكن أيضا الدور الشامل يعني بتعرف ما يقهرني إنه قلعة عجلون مثلا من أحلى القلاع واحد بنى جنبها عمارة 8 طوابق يا أخي لازم يكون وين الخضر؟ ها المشكلة في السكن في عجلون هذا هو ما فيش تراضي وبالعكس إحنا نستغل العمل البرلماني مش لتحقيق النمو للتجاوز على الأنظمة والقوانية طبعا هذا الحك يبصير في عمان أيضا طبعا في عمان لأنا ذكرت لك عجلون كمثال إحنا جيدين جدا في المحافظة على الطبيعة يعني في عنا مشكلة تنظيم بالإضافة يعني الجمعية الملكة إحمالة الطبيعة في كل مكان عم تجتهد وبتعمل مشاريع وبتحافظ على الطبيعة لكن الحس الوطني العام وللأسف التنظيم هو يلحق العمران هو مع أنه العكس لازم تتنظم وبعدين يجري عمران نعم إحنا بيتركوا العنان للسكانات وبعدين بيجي بالتالي شوف كديش المناطق الخضرة اللي يقضي عليها دكتور دوريد شكرا جزيلا شكرا لك لك شكرا لك واليوم أضعب على كثير من المرثات أشكر طبعا باسمكم جميعا دكتور دوريد محاسنة رئيس زبعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة وأيضا الخبير في مجال المياه والبيئة أيضا وبنهاية هذا البرنامج الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ودمتم برعاية الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم